معركة بأبعد سياسية هذه المرة والعدو الذي يقف في الطرف الآخر من المواجهة هو إيران هذا المنح السياسي لطبيعة المواجهة أفرزته المعركة العسكرية التي تدور رحاها في الساحل الغربي من اليمن فالحكومة ومعها التحالف أمسك بأكثر من دليل على تورط طهران في دعم تمرد الحوثيين والمخلوع صالح وفي إطالة أمد الحرب وإغراق البلاد في الفوضى والعنف لا يبدو أن الأمر سيتوقف عند حدود التراشق الإعلامي فنائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أكد عزم الحكومة على تقديم شكوا إلى الأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني واستمرار هذا البلد في تهريب السلاح إلى المتمردين مسعى تعززه الأدلة القوية التي حرزتها الأمم المتحدة عن تورط إيران في تهريب لم ينقطع للسلاح إلى بلد تطحنه الحرب المخلافي لفت في تصريح تلة إلى أن الطائر الإيراني بدون طيار التي حاول الإنقلابيون إطلاقها قرب المقا تكشف حجم التدخل وتهريب السلاح الإيراني للإنقلابيين بما يخالف القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن موقف تناغم مع تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي اعتبر في تغريدات له بحسابه في تويتر إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في اليمن دليلا على تورط إيران في دعم التمرد وإطالة الحرب يأتي ذلك فيما تلقض السلطة الشرعية دعما سياسيا قويا عبر عنه البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للمنتدى العربي الروسي والذي عقد مؤخرا في أبوظبي وأكد هذا البيان دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الربب بنصرهادي وإدانته لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذت خارج إطار الشرعية وتنتهك القرارات الدولية وتعرض جهود عملية السلام للخطر موقف يحمل الكثير من الرسائل خصوصا لبلد مثل إيران الذي راهن على دعم ميليشيا مصنوعة بذات القالب الموتور لتكون أداة تفجير لصراع طويل الأمد في منطقة لا تقبل بتجاوز الحد المسموح به من المغامرات